تيارات ووجه بارزة من قوى المعارضة التحقت برقب محمد ولد الشيخ الغزواني مرشح نظام الرئيس المنتهية ولايته والفريق المتقاعد الذي ينحدر من عائلة أرستقراطية تتصدر المشيخات الصوفية والعلمية المعروفة في موريتانيا مراقبون ربطوا بين هذا المستجد في الحملات الانتخابية الموريتانية ويأس قوي في المعارضة من إمكانية فوز أي من مرشحها الأربعة في الانتخابات فيما رأى آخر تيار معارض يسير في هذا الاتجاه أن ولد الغزواني يشكل بغض النظر عن دعم النظام وأذرعه المختلفة بديلا عن حكم محمد ولد عبد العزيز والبرلمانيين الذين سعوا للتمديد وتغيير الدستور تأينا أن المرشح في خطابه وفي برنامجه السياسي يحمل تلالات قوية وإشارات على استعداده إلى التواصل مع المجموعات السياسية ومع رؤية اليسار الموريتاني الواقعية السياسية دفعت بعض رموز أحزاب المعارضة إلى تبني خيار دعم الغزواني وفي مقدمتها رئيس الفرلماني الأسبق المعارض التاريخي السابق مسعود ولد بولخير بيد أن حملة ولد الغزواني المرشح الأوفر حظا في الفوز حسب مراقبين تفسر انضمام قوة من المعارضة بمشروع الإجماع الوطني الذي يمثله ورفضه احتكاره من طرف الموالاة حملة المرشح محمد والغزواني استقبلت اليوم مجموعة من الشباب فيهم وحدين لهم زايد عن ربع قرن هم في المعارضة الراديكالية وهذا دليل من مجموعة من الأدلة يثبت عن محمد ولد الغزواني عن مرشح إجماع وطني وفيما يبدو حلم التغيير الجذري بعيد المنال بسبب تأثير المؤسسة العسكرية التي لم يصل لحكم موريتانيا رئيس دون دعمها منذ أربعة عقود يكرس هذا التحول في مواقف قوة في المعارضة مقاربة تؤمن بالتغيير التدريجي وتشجع انتقالا سلمي للسلطة إلى ضابط متقاعد يحظى باحترام الجيش وقد يكون الوحيد القادر على دفعه نحو الاتعاد عن السياسة وبناء مؤسسات حكم مدنية وديمقراطية قوية